اجتماع سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية في جنيف اليوم مع معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة بمناسبة مشاركتهما في اجتماع الدولة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الانسان وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاخوية التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وسبل تطوير مسارات التعاون الثنائي في كافة المجالات كما بحث الجانبان تطورات الاوضاع في المنطقة ومجالات تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات الاقليمية بما في ذلك الوضع الانساني في قطع غزة والجهود الاقليمية والدولية التي تبذل لوقف اطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الانسانية للسكان المدنيين في القطع وفتح افاق للتسوية السياسية وتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الاوسط ترجمة نانسي قنقر